شكراً بساند التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي منوال مخان تناولا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث اتفق الرئيسان على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وخلال اتصال هاتفي آخر أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ضياء رشوان أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرة والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها على جانبي الحدود وأوضح رشوان في بيان أن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر مطالبا الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية ولفت رشوان إلى أن مصر ستظل تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلة المنطقة مضيفا أن هذه الادعاءات الكاذبة لن تنجح في إثناء مصر عن القيم بمسؤوليتها الداخلية والإقليمية والدولية أدنت وزارة الخارجية لانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطع غزة والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية وفي بيان لها طلبت وزارة الخارجية بإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبي واقعة المقبرة الجماعية للفلسطينيين المدنيين بأحد المجمعات الطبية بخان يونس جنوب قطع غزة هذا وأكدت الوزارة أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل خطورة ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة أفادت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و59 مصاباً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وأظهر التقرير الإحصائي اليومي للسلطات الصحية في غزة في اليوم المئتين من العدوان على غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 183 شهيداً و77 143 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على أحياء الزيتون وشجاعية وتفاح شرق مدينة غزة استشهدى فلسطيني وأصيب اثنان فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحة الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيمي عقبة جبر وعين السلطان جنوب وشمال مدينة أريحة وقرية الديوك الفوقة وعدة أحياء في المدينة واندلعت مواجهات واشتباكات متفرقة بين قوات الاحتلال ومجموعات من السكان وصدعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام الإسرائيلية للمخيمين وأفادت مصادر أمنية باعتقال قوات الاحتلال لعضو من حركة فتح من مخيمي عين السلطان تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة يارون جنوبي لبنان من جانبه أعلن حزب الله أنه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقة لمطلة وتم تحقيق إصابات مباشرة كما أعلن حزب الله أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان وصفه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي على طهران في أعقاب هجومها على إسرائيل بالمؤسفة وقال أمير عبداللهيان على موقع أكس للتواصل الاجتماعي إن بلاده كانت تمارس حقها في الدفاع عن نفسها وطالب الاتحاد بفرض عقوبات على إسرائيل بدلا من بلاده هذا واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس من حيث المبدأ على توسيع نطاق العقوبات على إيران من خلال الموافقة على تمديد الإجراءات التقييدية على صادرات تهران من الطائرات المسيرة والصواريخ أقر البرلمان البريطاني قانونا مثيرا للجدل يتيح للحكومة ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا كانوا قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية وكان نواب البرلمان البريطاني قد رفضوا في وقت سابق التعديل الثاني لمشروع قانون رواندا الذي قدمه مجلس اللوردات الأسبوع الماضي والذي كان من شأنه أن يشمل إعفاء المواطنين الأفغان وغيرهم ممن ساعدوا القوات البريطانية في الخارج حيث صوت نحو 305 نائبين لصالح إلغاء التعديل فيما صوت 234 نائبا لصالح الإبقاء يعليه اشتركوا في القناة